اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج امنية مصرية احنا في امنية مصرية تعودنا اننا بنقش موضوعات مجتمعية قبل ما تقلب وتكون قضايا اجتماعية يعني ايه يعني احنا لا ننتظر ان تكون الحدث ظاهرة لكن احنا بنحاول نتجنب ان الاحداث السلبية او الخاطئة انها تصل ان تكون ظاهرة لان قضاء على الحالات الفردية او قضاء على الاتجاه السلبي في اول طريق اسهل بكتير جدا من القضاء عليه في منتصف او في اخر طريق اي ظاهرة او حتى حالات فردية بتظهر بنعتبرها مشكلة ونحاول نبحث لها عن حل ونبتدي نشوف الحلول دي ايه لاننا مؤمنين ان احنا ما زلنا مجتمع مترابط بس ده ما يمنعش خالص ان اي مجتمع يكون هناك بعض الظواهر فيه زي ما بينتشر الحلو ايضا ينتشر السيء وده اللي احنا هنناقشه في فقرتنا الاولى النهاردة هنناقش حالات غريبة انتشرت في الفترة الاخيرة وهي ظاهرة قتل وتعزيب الاطفال على يد ابائهم هو ايه اللي بيحصل ده القطة بتاكل ولادها من قدر حبها فيهم وخفها عليهم لكن ما شفناش حتى في الحيوانات ان حد بيقتل ولاده بالنيه دي تخلص منهم هل ده بسبب ايه البعد عن الدين بسبب الجهل بسبب فكر مريض يبا لازم نعرف ايه الاسباب علشان نقدر نعليكها انا طبعا مش مستوعبة ازاي ان ممكن اب او ام يقدروا يعملوا كده في اولادهم يعني بدل ما نحمي اولادنا من الاخطار نبقى احنا الخطر اللي بيدهمهم الغريب بقى ان العنف ضد الاطفال اصبح بداية في مجتمعنا نخشى ان تسود احنا بنلوم الاباء على ضرب اولادهم بمبرر التربية لانه ثبت علميا ان اقصر طريق الى اعاقة النفسية والعقلية والعطفية والعطفية عند الاولاد هي الضرب وعند الاطفال هي الضرب لكن علشان نوصل لظهور احداث متلاحقة عن قتل الاباء لاطفالهم في الفترة الاخيرة ده يبقى موضوع يستحق من امنية مصرية الوقوف عنده ومش معنى اننا بنناقش مثل هذه القضايا ان مجتمعنا انهار لا نهائي احنا بنأكد اننا لسه بخير وان اللي بيحصل ده زواهر شازة يجب القضاء عليها القضاء عليها جزء كبير جدا منه غير مواجهتها هو محاولة هلاجها احنا في امنية مصرية امنيتنا النهاردة ان احنا نرجع نتمسك بالهبات الالهية اللي ربنا غرسها فينا كامهات واباء احنا في امنية مصرية دائما متفقلين بان بكرة احسن من النهاردة فعلشان كده احنا الفقرة دي احنا معانا الدكتورة سوسا فايت استاذ علم الاجتماع بالمركز القامل البحوثي الاجتماعية والجنائية نشوف هي القصة ماشي ازاي وابعدها ايه الاجتماعية والجنائية الفقرة التانية عندنا موضوع تاني هنستضيف معانا الدكتور محمد هيني استشاري الصحة النفسية هنتكلم عن موضوع التلاق الصامت هو في طلاق صامت وطلاق الصامت ايوه في طلاق صامت وده على فكرة غير الخرس الزوجي الخرس الزوجي هم ما زالوا ازواج ما زالوا بيتعاملوا مع بعض كزوجين لكن يعني ما بقاش في بينهم حوار ما بيتكلموش زي الاول لكن الطلاق الصامت ده خطر جدا في العلاقة بين الازواج لان هم مش متطلقين على الورق بس هما متطلقين هما ما فيش بينهم اي شيء مشترك ما فيش بينهم اي علاقة زوجية موجودة ممكن تلاقي كل واحد في قوضة كل واحد بيخرج لوحده كل واحد بيتفرج على تلفزيونه لكن بيحافظوا على الصورة الاجتماعية او بيحاولوا يحافظوا على البيت وده فعلا شيء محترم جدا لعدم ازام مشاعر اولادهم بس هو هم كده عايشين طب وهل اللي وصلوا لهذا الوضع ما ينفعش يبقى له حل ودنيتهم ترجع تاني احلى من الاول ويا طرى وصلوا كده ليه يا طرى اما بعد افكر كده ايه اللي ممكن يخلي فيه طلاق صامت ممكن يكون احد الزوجين عمل غلطة كبيرة اوي والطرف الاخر اقنعوا انه بيسامح او انه سامح وكملوا الحياة الزوجية لكن كان حاجة قسرت الحاجة اللي قسرت دي بدأت تبعدهم عن بعض بقى كأنه طلاق صامت ربما يكون رغبة في الطلاق من سنين فائتة ومحصلوش على الطلاق لأسباب كتير ممكن تكون اجتماعية ممكن تكون مالية ممكن تكون أسباب متعدم كل الأولاد فلما يعدي العمر مش قادرين يجو بقى على نفسه ما اكتر من كده فخلاص قدينا متجوزين بس كل واحد في حلو هما دول موضوعينا النهاردة احنا هنطلع فاصل وقابل حضرتكم في الستوديو ونستقبل ولفقراتنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة